الحب شي حاجة زوينة في حياتنا الحب المشروع الحلال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة علاش لتسكنوا إليها مولانا خلق أبونا آدم وجاب ليه أمنا حواء باش تكون سكن ليه ونسى ليه حكيتنا الليلة فيها الحب ولكن أكثر حاجة جدبتني لها هي القدر إذا كان ربما تبليك واحد الشخص بالإسم دياله والزمان دياله براكاتكم وربعضياتكم ورغم كل شيء سبحان الله ما تنظرون وبقوا معي باش تشوفوا حلقة الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتمنى لكم تكونوا بخير وإلى خير وموركم هانيا وأحوالكم طيبة ألوانية ديالكم كيف العادة جات باش تونسكم كنت في كوزينتك في طموبيلتك في شغلك مجبدة في شي بلاصة كنقول لكي مني كل السلام ولكن بلتي للياتي اللي يزيز عليهم انهم يتهلو في المظهر ديالهم كيف العادة جيت نذكركم بلاصة عديمة إذا كنت يعجبك انك تهلو في المظهر ديالك في فراسك وحتفت صحتك الداخلية شوفوا سنشارك معكم خفين زربان شنوصلني من يو تريني بروضكت لان سنجعل لكم بلاصة جيلها في بلاصة هنا لكي تجيب لكم أي شيء باش تعتني تياسة جيلها في فراسك لانهم ما كانتش يديرها في بلاستك لكي تنتهي جميل وتناسي بجميع شوفوا السفده جاي كل شيء يريد أن تنتهي على البيبي لذلك هذا مقشر لخاطر كدوشي وماذا يريدون أن تريني لديكم واحد الفوطة سحرية افكاستاهية كيف شكس معكم النار اللي غليكوليك شوفوا النار غاديافي الغيتينول محاربة الشيخوخة لديكم الفيتامين سيبتامان جميل جدا لديكم ناسيناميد إذا كنتم تعانون من المشاكل الآثار للحبوب أو لديكم مسام مفتوحين في هذه البلاسة وآخر حاجة لدينا لأنه يستطيع لدخولها لا يستعيون منه لديكم الفيتامين إذا كنتم تعتمي بطفيراتك حيث تهرسوا أو لا بسكين جلد وجهك أو لا بشعرك هذا واحد الفيتامين كور دي مواء ثمان جدا مناسب والذي يدوز لك شهرين سريع لأنه شركتها في إستغرام وانا عندي ثماء الناس أوفية كيمشوا هجموع لها وكيدلوا لا هذا الشيء كما قلت لكم تمان جدا مناسب وفوق من هذا الشيء بل أنهم يأخذوا اليوم وغيجينو كم عارفيني ما كنشكش معكم أي حاجة اللي ستنضركم فاقي ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم قبل ما نبدأ نقول باسم الله ما تنسوش أنكم تقطوا لذير الإعجاب ويا الله لنبدأ أنا الياقوت من عائلة محافظة أبي ملتحي وأمي دير النقاب وهم ناس متدينين ولله الحامد وحتى أنا واحد الإنسان اللي يدخلها سقراسي وبثاف أبي كان بغينا أننا نحفظ القرآن خصوصا أنا حيش كنت كبيرة في أخوتي الخمسة طفولتي كان زوينة ورغم أنا وأبي كان متشدد وما كناش كان خرجوا ولا المشروع الأفرح ديال العائلة فبقوة الدار الدار ولينا كان خلقه لجوه مع أمي اللي كان تفهمانا وكتحك معنا وكتلعب معنا وكتدل استحفظنا أبي كي يخدم على برة وأمي ربت بيت على سن سبع سنين غادي ندير الحجاب ديالي بكل قناعة كنت في البيت الثاني أنا ذاك كنت حشو ميا وكنت كامشي بحجابين مدراسة وتيضحكوا عليها البنات وتيبقوا وكتنمروا عليها كنت كنقرف واحد مدراسة اللي هي خصوصية وكانوا ديما تلامد كيقولوا لي انتي معقدة ملكي ديرا بحلاكة المهم ذاك الكلام ديال الصغر اللي كانت تقدر انه يؤثر عليك ومعا انا ماشي اجتماعي ودخلها سقراسي وحدودية فاش كامشي الدار كان خرج ديك الشخصية الاخرى اللي ما تنعيشهاش في الخارج تلعب مع اخوتاتي كان نشط وخلق ابدياني مسدين كلما كانت يدخل الدار كانت يعطينا الوقت وتلعب معنا كبرت كأي طفلة حاسة بجول عائلة حاسة بديف انتع أبي والحنان ديال أمي الحاجة اللي بغيتها انا واخوتي كانت تحضر ولي الله الحمد بديت كانت تكبر والحياة كانت تستمر فجدرت حضار الشلسانة غادي انتقلوا للدار وحد اخرى مع عمي اللي عنده حتى هو وليدات وكان عنده بابا واحد القراج بتحت الدار باش انا وكي يخدم المشروع دياله تماما احنا كنا مننا السطح وعمي كانت تحت منا بدينا حياتنا مستقرين والستمرات حياتي بحال هكا كل شيء كان غادي بخير في هذه السن والدي يدخلوني للدار القرآن وكانوا يحاولوني للحفظ كانوا يشجعوني بزاف بابا كل ما حفظت حزب كانت يعطاني هدية باج انه يشجعني انا نستمر ابي وامي كانوا مهتمين انا نحفظ القرآن اكثر من اي حاجة المهم كل ما خرج من الدرسة كانت امي تديني وكتجبني للدار القرآن في ذيك الحومة اللي اسكننا فيها ما كانش عندنا مسجد لانه الحي اللي كنا سكننا فيه باقي ما فيه تاشي حاجة واحد جارنا كان سكنت جنب دارنا قال ناس ديال الحومة جاتني فكا ان شاء الله غاد نبقاوا نصليه في القراج ديالي اللي هو خاوي اللي عندي متحت من الدار ودك شي اللي كان قادوا جابوا الزرابي وكل واحد باش طوع شخصيا المشكل اللي بخا هو كان ديال الامام فبدو كيقلبوا علاشي امام لي انبيهم تل واحد النهار ابي جا عنده واحد امام فوقت الظهر وقال لي انا امام تنصلي بالناس ورا واحد السيد قال لي باللي انه في الحير فلاني خاصكم امام هاد الامام كان باقي صغير كان في عمره 18 سنة كان تقرأ في مدرسة اسلامية وفي نفس الوقت كان امام باش يقدر انه يصرف على راسه لانه عاش واحد الحياة اللي هي صعبة وبلا والدين وبلا خوت والوقت جابته من دينتنا وهو ماشي من اصلها هاد الشاب الامام حفظ القرآن والتعلم تجويد والتقاتل حتى تخرج هاد التفاصيل كان قلهم البابا ذاك شي باش عرفتهم المهم بقاوتي يدي وكيجيبو في الهضرة ابي اقترح عليه يلا طلع معي للدار كليه اللحش وما مرة اخرى ان شاء الله لا غيطلع معنا انا بغينا نكرموك الابدالي شافه قلس معاه وتكلم معاه ورحبنا به في دارنا وكرمناه انا واختي ما كناش كان خرج وقدامه نهائيا كان بقاوه مع امي قلسين معها وهو قلس مع ابي في السارون هاد الامام في ذاك الوقت كان باقي صغير كان في عمرو 18 سنة وانا كيف قلت لكم كانت عندي 12 سنة داست الايام واحد النهر الابدالي قللي واش ممكن انك تحفظ لي ابناتي القرآن هم مولاد عمهم قللي واخا مرحبا ما كان حتى شي مشكل غادي انها بضع اول حيصة قلست وشفت فيه شافية وانا قلي ولا في الهيئة ديالي مع العلم انا ما كنت كان اعرف لها درالي ولا حتى شنو هو الحب ولكن فشته قلبي بدك يضرب بالزربة وحسيت بواحد الاحساس اول مرة في حياتي غادي نحسوه ورغم صغر سني وعدم معرفتي بشنو هو الحب رجعت حمراء وحشمت بزاف وبقيت غير من نزلها راسي وكان شوف في الارض حتى غادي بعيد عينيه لي بدين الحيصة وكنت غير مرتاحة في ذاك النهار ورغم انني كنت مجتهيدة وابي وامي كانوا يشجعني باش انا نحفظ القرآن ونكمل الدراسة ديالي في الشريعة وحتى انا كان هذا هو الحلم ديالي المهم حسن بعد حيصة تطلقت مع الأستاذ ديالي بزاف وبديت كان سؤاله على اي حاجة في اطار الدراسة كنت مجتهيدة وبغيت نتعلم ونزيد القدام وكان مره مره يجيب لي الشوكولات ويشجعني ويحفزني انا نزيد نجتهد كنت كان نشارك معه شنو بغيت نكون اش بغيت ندير وانا داكت لي بلي سوف ندير 16 سنة سوف ندير النقاب وقال لي يا قوت ركبة صغيرة عليه حتى تكبري بدك يفيدني ويقول لي شنو نحفظ وشنو ندير كنت كان نشوفه وكانت يحفزني كنت كان نزيد في المجهودات الدولي وكل مرة كنت كان نعرض عليه وكان نشتهد اكثر الدراسة تخيلوا معي والتي تشبته لا انا ولا اخوتي حيث كنت يعمل نزوين وبقينا على نفس المنهج تلوحد النهار سوف نذهب بحالي فش قالها بلا ما غدي نحفل براسي بدت كنت وقلت لي لا وكيفة وعلاش هزيت صندلتي وطلعت للدار الفوق تنقول لامي رأي الأستاذ بمشي ومغادية امي عرفتني انني ولفته وبلي بسببه حفظت خمسة دي الاحزاب وشهت اكتر فش كان غدي يمشي انا ما تقبلته وما تخلش يالراسي حجة شولفته المهم بعد ما قلس معنا عام مشا في حاله تقزمت ومعجبنيش الحال ومعرفش وش دخلتني المراهقة قال انا اتبت به وبدت كان بكيمو الضم حتى كيدوز النهار على نهار حتى وبدت كنولف بدأت على هذا الحادث ثمان سنين وانسيته بمرة وخليت في نولينا كان جبدوه انا واختي وانقولوا واش عقلتي على ذاك الأستاذ دينا كانت يجيبنا الحلوة وكان يحفظنا كان دي ما مهلي فينا يعني مرة مرة كنا نجبدو ذاك الذكريات اللي عشنا معه لحنا ولا ولا اولاد عمي حتى هما واحد نهار جاء عندنا بابا وقالي نعقلته على الأستاذ الفلاني اللي كانت يقريكم ش حال هذي ما عرفش كيف هتلقى الفيسبوك ديالو وبدأت يهضر معاه وصوله فين مشيتي بالضبط لان وانا ذاك ما قلش لنا فين نمشى وبدل النمراء وقطع كل شي وتقطعت العلاقة فاش كانت الأم ديالي تسول لأبي على الأستاذ كانت يقول لها ما بقيتش عندي الخبار ديالو وما عرفش فين هو المهم دا ذاك السنوات كيف قلت لكم وقال لنا الأب ديالي ارافلاند ومعايا وقال ليه انا راني مشيت لواحد دولة اوروبية وراني إمام ديال المسجد في واحد المنطقة اللي ناتها هما اللي عيطوا عليا ابي فرح عجبوا الحال وسولوا واش تزوجتي قال ليه لا راني باقي ديال راسي وانا ذاك كانت عندو 27 سنة واستاذ ديالي سولوا عليا شنو درس قال ليه بللي انه راني خرجش من المدرسة لانا وما قدرش نوفق ما بين الحفظ ديال القرآن في دار القرآن وما بين دروس ديال مدرسة فاختريت القرآن ومن بعد غدي لتحكم مدرسنتي على الشريعة باش انا لنكمل فعلا ندخلت لدار القرآن اللي كنت كندوز فيها النهار كامل ودخلها سوقراسي هو اقترح على بابا اذا بغيت اولادك يقرؤه معي في التليفون من جديد ما عنديش مشكل قال لي الاب ديالي هادي فكرة مزيئنة وخا ماشي مشكل سيبدو مع الحصة الاولى وانا سيبدو نحس معه نفس الاحساس ديال الاول مرة قلبي بدأ كيضرب ورجعت مزنغة امي كتسولني مالكي كنقول لها غير والو غير تلفت هو تيدوي معايا تيقول لي يا يا قوت لا باس اش كتعاودي وبزز باش كنت كتخرجي الهضرة سولني فين وصلت وشنو كنت كندير بدك يشجعني رجع لي الذكرية الاولى ديال الصغر دست الحصة الاولى التانية دست شهرين بدأنا نحسة وقال لي ما يصدروا ان كانت زوجي اتخلني نشان وقلت لك يا اصدى انا اتخلت وقالت لا نكمل قريتي وانا ما يريد اقل الدير هو قال لي ايه واخا خير ان شاء الله ويمشي ولكن الحصة كانت بسهر مرة وقدم المزيدة الامة لما كانت كتبان حسنا كنا نضع التليفون وقدمنا وكان كل شي كيدوز قدام عينيها دست مدة وردان وانا اتخل لي وانا اتخلت في الزواج ماذا أريد أن أفعل في المستقبل؟ أو أستاذ ما أريد أن أفعل؟ وعندما قال لي أن أأتيك من الأخر ونظر معك نيشان أمي فهمت الموضوع أنا أشمت بساف قال لي أني كنت أفكر في الزواج ويأتي في بالي كنت يا الله صلت وقلصت وتحت اليام بين عيني ودبعا أريد أن تتسوج بك أنا من قلت لي أن أجدك الهضرة ما أجدت أن أطير من البلاستيك أشمت لم أقلت لي لا 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 والهضرة لم أريد أن أخرج لي لم أجدت لم أجد أن أطير من البلاستيك قال لي أن أخير بداي أكمل ذلك الحيصة لكي لا أعطي الله في الحيصة أنت على قلت لي تسمحي لي لكي أشكتلك الهضرة لو أستاذ لا يوجد مشكلة سوف يبدو الحيصة لا أعطي أي فرصة لا يمكنني أن أقول لي شيئا ونهار أبي أطلع للعروبية لكي يرى العائلة ويقلس معهم نحن لم يكننا نحن نحن رجع وقل الأمي أرى فلان أختي لديها فلان ودها بخالي يقوت للزواج سوف ينتهي وغير هذا العام وسوف يأتي تزوج بها وسأعطيهم الكلمة أبي لم أجد تشاور معي لم أجد تفكري في الزواج ولم أجد تزوجي ولم أجد تشاور حتى مع أمي لقد أعطيت معه وصلوا على النبي لم أجد أن نلقاه حسن من الفلال يقوت لم أسقط الخبار ولم أسمعتهم لم أجد أمي وقلت لي يقوت بنتي قلت لي وقلت لي كيف تزيرت لم أفكر أصلاً في الزواج ولم ينحن الوقت المناسب قالت لي لا قلت لي وقلت لي أنه يكون خير بدي تكلم بك ولم أعجبني لحال ونفس النهار كانت لدينا حصة مع الأستاذ النفس الليلة ضمن الحصة كيف العادة هو يقول لي لي قوت واذا لا تفكر في ذلك الموضوع الذي قدرت معك فيه آخر مرة لم أجد أيضاً كيف قلت لي أرى أول دعمتي قلت لي لا كيف أنا بغيت ندك أنت إذا ما أديتك وما تزوج بك ستوقع لي شي حاجة قطع لي التليفون وما أكمل نجدك النهار الحصة قلت لي أمي كيف هات الشي أنا بغيت نشوف معرفة ما ندير ولا شما نقول وعليش أصلاً قلت لي ذيك الهضراء بقينا على ذيك الحال حتى ستصل بأبي أهلاً لا بس عليك مزيان قلت لي يا سي فلان أنا بغيت نظر معك في واحد الموضوع قلت لي برغب في الياقوت لأبي لا أعرف ما يقول وقلت لي سأعطيها لولد عمتها السفلان لأستاذ قال لي لا يمكن إذا لم يأخذها ستوقع لي شيئاً وقلت لي نشان ستوقعها وبغيتها تكون معي في الحلال اليوم قبل الغداء أبي قال لي سأعطيتهم الكلمة وما أعرف ما يدير بقى تقنعوا كيف يدوي معاه حتى قلت لي من هذا الشهر سنكون عندكم واحد المشاكين سأعطي كيف يحصل أسألت تقنعوا كيف يأخذ وقلت وكنت أريد وانظر عند أمي وقلت لي كيف يكون أمي وقلت لي إذا لم تسألتك ستوقع لي أشيئاً خصوصاً لأني أدعمك أرى يجب وقلت ونستطيع أخير أبي أعطيهم الكلمة وما أستاذي لم يمكن المدارسة كان كل نهار كيسوني حفك الياقوت سنيني ترى واحد نار بشيت عند أمي وسهولتها و أنا لذاك فعلا لا أفكر لفز واجه ولكن في نفس الوقت كنت أحس بأهاسيس من جهته قالت يا أمي سنضع الياقوت دابت صلاة الاستخارة ستصليها معي سبحان الله ارتحت ونزلت على صدري الساكينة والراحة لأمي حتى هي ارتحت و طلبت الله أنه باختصار مفيد إذن ريالي فيه الخير يومين وهو كل نهارتي صوني و يقولي عندك أنك تخبلي أنا لم أكن قدر ندوي معه من غير صافي و أخا و كنت نحشم منه بثاف تقولي غير صافي و أخا تلوحد نهارك يا أمي سأتقلسي مع رأسك و ستفكري و سترى قلبك لما نرتاح و أنت اللي ستزوجي ماشي احنا و أنت اللي ستختاري ماشي احنا قلست فعلا مع رأسي قلست فكر حتى جاء أبي من الخدمة و طلع أختي عليه أعافك أبي بغيت نقول لك واحد الكلام عمرني في حياتي لا أظن أنه سيأتي نهار سأكون جريئة مع أبي حتى لك النهار و قلت له أبي بغير أستاذي كيفيش؟ أنا لم أريد دعمتي أريد دعمتي أريد دعمتي أريد دعمتك و العائلة و هذا أبي و أخا كانت يقف ديك الإمام ولكن كان أعطي الكلمة للعائلة و لا سألقى حسن من أبي أنا قلت له لا بغيت الأستاذ و حشمت بزافه و لكن ربي خرج لي الجرأة قلت تقبالته و قلت تقول لي شنو بغيت و شمت تأكده يا قوت؟ أعم تأكده و راني سليت صلاة للسخارة أبي و رحت وحاول القرآن و عارف شنو بغيت و الطريق اللي غدي يمشي لها أبي مني شافني مصرة قال لي ماذا سنفعله مع أبي المهم هو حل مشكلته مع أمتي و تقبلوا الأمر حيث قال ليهم البنت اللي اختارات ماشي أنا ذاست شهرين و أخطبني بوحدته و الأم ديالو عنده معها مشاكل كانت خيبة و عاش طفولة اللي كانت هي خيبة و أنا كنت ميتة بالفرحة لأنني كنت مرتاحة ما خلا ما جاء ابنته مما للخير شهر واحد درنا فيه خطوبة و العقد والعرس و أنا فيه الحشمو تقول كيفاش هذا الأستاذ اللي تعرفنا و كبرت قدامه و عرفت الصغيرة و الكبيرة عليه زوجتك الشهر كل شي تصدم كيفاش لي قد زوجت به علما أنه كان معروف ذيك الحهمة و الناس اللي كانوا قرابين لنا كانوا عارفيننا من بعد غدي انجلس عامين مع وليدي بذن مامشة و قدلية وراقية و مصاريف باش أنه نقدر لحق به كان صراحة مشاكل أهو فاش مشا ما تبتلش عليها كان دي ما تصوني ليه و يسول فيه و يصفت ليه ما كانش عندي الحق نخرج إلا مع ماما كنت كنسمع كلامه و كان دير ذاك الشي اللي يبقى باش نتفاد المشاكل كانوا كينوضوا نقاشات ولكن كان كل واحد فينا كيتنازل و في عام كامل كان تيجي عندي شهر و تيجلس معي فيه و كيمش كي عاود يرجع احتر بيصر لنا الأمور و خرجت لي الفيزا ديالي و التحقت به دا بادي تلت سنين باش انا جيت لعنده و لي الحمد تنبغي ببعضياتنا و كنحتر مبعضياتنا كنحاول انني نعوض على بزاف ديال الحويج اللي مختارت انني ما نشاركمش معاكم لانه وديك حياته الشخصية و اللي ما عاشهمش في صغره لانه وحاش شوه الحياة اللي كانت صعيبة وداز منها ما كنت تهمش لانه وليوم احنا مرتاحين مع بعضياتنا شكو نقال واحد النهار غدي نزوج بالأستديالي اللي كان قلبتي يضرب من جهته هذه كانت حكايتي وهذه كانت حكاية لياقوت يا سادا يا كرام حكاية قصيرة ولكن عجبتني قلت اجيو نهرسوا بها شو شوية ذاك الملل ديال الالم و ديال العذاب اللي كان سمعه في الحكاية فكانت من انا تكون نالت اعجابكم كانت بحل شي مستملحة نشطة لكم قلوبكم فدعيوا معا ياقوت انه ربي رضقى بالذرية الصالحة لانه مازال في الانتظار كل شيء بالوقت دياله مناسب دومتم في رعاية الله و حفظة نتلقوا بعد غدا ان شاء الله كانت نظن بالله انه و غادي نحط لكم واحد القصة انتع واحد الشخصية يا الهي مره شابوا عليها حكاية صراحة اللي طويلة ولكن غادي نحاول نشوف كيفاش انا نمتوز لكم بعد غدا ان شاء الله لانه عجبتني فيها الشخصية انتع صاحبات الحكاية اللي كانت شخصية قوية ورغم الالم و العذاب الى ما اخره فدومتم في رعاية الله و حفظة ما تبخش اليه و بتقطع لازل اعجاب وسلام سلام